تقترب الانتخابات فيدور دولاب استغلال المناصب التنفيذية والتشريعية في الدعاية الانتخابية فهي لا تكلف شيئا سوى توقيع على كتاب لتأتي الخدمات على طبق من ذهب لصالح النائب المتنفذ خدمات هي بالأصل أدرجت في قانون الموازنة ومولت من خزينة الدولة فلا فضل أو من نتفيها على المواطن فيها مخالف الأداء الوظيفي لأداء أعضاء مجلس الوزراء فيها استغلال لمواقعهم وبالنتيجة شخص هذا حتى رئيس الحكومة عدمه في الجرسة السابقة لمجلس الوزراء وتكلم عن استغلال لبعض موارد الدولة عبر المرشحين في مجلس الوزراء هذا أخفاق كبير ستتحمل الحكومة من جهة ويتحمل مجلس النواب من جهة أخرى بمحاسبة هؤلاء لعدم استغلال موارد الدولة هناك استغلال واضح لكل موارد الدولة فضلا عن استغلال بعض الكتر السياسية للمال والسلاح للتيثير على صوت الناخر نواب يؤكدون أن الانتخابات السابقة شهدت شتى المخالفات ابتداء من تمويل حملات الأحزاب من المال العام ووصولا إلى تسخير إمكانيات وزارات كاملة ودوائر حكومية لصالح مرشحين ونواب متنفذين الوزارات هي ليست ملك صرف لبعض الجهات السياسية وإنما يجب أن تعامل معاملة مستقلة نمضي بها من أجل أن تقدم خدمة واقعية فعلية إلى الشعب العراقي على العموم وبالتالي موضوع المنافسة الانتخابية وقرب الساحة بشكل دقيق سوف يرمي بظلاله على إداء هذه الوزارات خطوط تمويل الأحزاب ليس من الصعب تعقبها سيما وإن لدينا قانونا أقر في البرلمان لكنه ما يزال في إدراج التجميد فقانون الأحزاب يحضر على كل من يستغل منصبه التنفيذي والتشريعي وكل من يستخدم المال السياسي من الدخول في معترك الانتخابات الغريب هنا أن البرلمان قرر أن لا يحل نفسه إلا قبل الانتخابات بيومين ليبقى النائب المرشح متمتعا بالنفوذ والسلطة حتى قبل يوم الاقتراع بـ 48 ساعة من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي اشتركوا في القناة